اشتركوا في القناة من بينها دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب ومبادرة بنك الذهب بجانب استعراض الجهود المبذولة للأنشطة المقبلة ومن بينها أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد لكرة القدم ودور خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة القدم والعديد من البرامج الأخرى الرامية للارتقاء بالحركة الرياضية ووجه سموه بتكثيف الجهود للعمل على خصخصة المنشآت الرياضية كما وجه سموه بإصدار لائحة تنظم الاستثمار الرياضي واطلع سموه على تعديلات اللائحة النموذجية للأندية الوطنية كما تم استعراض تقرير عمل اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 والتي ستنطلق خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر اكتوبر الجاري وذلك برعاية سامية من جلالة الملك المعظم واطلع سمو الشيخ خالد بن حمد على آخر الجهود التي قامت بها اللجنة التنفيذية وما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية مؤكدا أهمية العمل المضاعف خلال المرحلة المقبلة لإكمال كافة الترتيبات على النحو الذي يليق بسمعة مملكة البحرين في استضافة كبرى الأحداث الرياضية وبما يتناسب مع أهمية الدورة التي تقام لأول مرة بمشاركة أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة يمثلون أكثر من سبعين دولة في ست وعشرين رياضة متمني للقائمين على التنظيم التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر